لكن خلونا نكمل أخبارنا مع حضراتكم النهاردة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنها بصدد اتخاذ خطوات تنفيذية لإقامة المحطة النووية بالضبع وقالت أن الكلام دي يحصل قريب قوي وأن فيه توجيهات رئاسية بالإسراع في ملف المفاوضات مع الشركات المتقدمة خاصة مع الجانب الروسي دكتور محمد اليماني هو المتحدث باسم وزارة الكهرباء في تصريحاته النهاردة قال أن المفاوضات مع كل الدول مستمرة علشان يتم مناقشة العروض اللي تقدمت بها لكن ركز تحديدا أن فيه تقدم ملحوظ مع الجانب الروسي في المفاوضات وأن المفاوضات دي ما تأثرتش بحادث سقوط طائرة شرم الشيخ خاصة أن قرار التوقيع على إقامة المحطة هو قرار رئاسي لا تتخذ وزارة الكهرباء وبيدورها بس بيقتصر على التنفيذ